في سفر حباقوك 2 آية 3 بيقول انتوانت انتظرها لأنها ستأتي اتيانا ولا تتأخر لماذا يتأخر الله في الاستجابة أليس هو أب؟ احنا عندنا كبشر الحاجة تقزبت منها يعني مثل بنقوله الغالي تمن فيه فلما ربنا يعطينا عطايا عطايا الله غالية جدا احنا ما نقدرش ندفع تمنها وفي نفس الوقت ربنا أغنى من ان ياخد مننا يبقى لازم يقدمها لنا مجانا الحاجة المجانا في نظر البشر رخيصة عشان كده ربنا بيستخدم طريقة أخرى عشان عطاياه نحس بالغلوة بتاعتها بيتأخر شوية علينا هذه معنى هنا انتوانت انتظرها انا فاكر في بداية كهنوتي ان جم في المدرسة السنوية بتاعت الاقباط في بولاء جوني مجموعة من المدرسين والكلام ده كان سنة ستة وسبعين وقالوا لي احنا عايزين مسيحيين قالوا عايزين ندي دروس لأولاد الكنيسة في الاعدادية ونديهم دروس مجانا في مكان قلت لهم قوي قوي اوجد لكم المكان اوجدت لهم المكان ونبهت في الكنيسة وقلت يوم كذا في مدرسين جايين يدوا أولادكم في الاعدادية الدروس ومجانا علشان محبة منهم لأولاد الكنيسة تتصوروا مفيش ولا واحد جاه ولا عيل من العيال جاه وبعدين واحد من المدرسين قال لي يا ابونا اصلا انت مدام قلت الدروس مجانا محدش هيسأل يقول لك الحاجة مبالاش ما تنفحش طيب الحل ايه قال نعمل الدروس بتمان رمزي فروحت منبه بالاسبوع اللي بعده قلت لهم فيه دروس مدرسين هيدوها للاعدادية وبعدين اللي عايز يا ابنه يجي يدرس هيدفع كذا في الشهر حاجة رمزية بسيطة تتصور كل الاولاد جنب فدايما الحاجة اللي ببلاش الانسان يستهتر بيها حتى لما بتروح تطلع ورقة من الحكومة وتطلع بسرعة ترميها على المكتب ترميها على الترابيزة احسن تضيع يولك اطلع غيرها بدل فائد لكن لما ورقة تحب تطلعها وتتعب تطلع هنا وتنزل هنا وتروح هنا وتعمل هنا وتدوخ السبع دخات لغاية ما تحصل عليها اول ما تحصل عليها تشيلها لانك عارف التعب اللي انت بزلته هنا ربنا عشان عطياه يدهنا فبيتأنى شوي علينا عشان نحس بقيمتها لكن لو احنا طلبنا الطلب ودهن على طول هنحس ان الطلب ده حاجة عادية ما تفرقش بنا رغم ان عطايا الله لا تقدر بتم فلما ربنا بيتأخر يعني معناها بيقول لك انا هجيب حاجة حلوة اتأخر على ابراهيم مئة سنة وده له من سره اسحاق ابن الفرح السرور اتأخر على حنى امه سموائيل ودها سموائيل مسيح الملوك واتأخر على الاصابات وزكريا ودهم يحنى اعظم موليد النساء فربنا بيقول انتوانت انتظرها فهي ستأتي اديانا ولا تبطئ اشتركوا في القناة